زوجة صالحة تقوم بكل أعمال المنزل والاهتمام بأطفالها الثلاثة دون شكوى أو ملل حتى توفر لزوجها الراحة والهدوء بعدما يعود الزوج من عمله ولكن الزوج لم يشعر بما تقوم به الزوجة وكان كل يوم عندما يعود من العمل يسألها ما الشيء مهم الذي تفعلينه طوال اليوم وفي أحد الأيام عاد الزوج من عمله فوجد أطفاله الثلاثة أمام البيت يلعبون في الطين بمنابس النوم التي لم يبدلوها منذ الصباح وعندما دخل البيت وجد أوراق التغريف قد تبعثرت على الأرض كما وجد المصباح مكسوراً والسجادة الصغيرة مكومة إلى جدار الحائط وصوت التلفاز مرتفع ووجد اللعب مبعثرة والملابس متناثرة في أرجاء غرفة المعيشة وعندما دخل المطبخ وجد الحوض ممترئاً عن آخره بالأطباق وطعام الإفطار ميزار على المائدة وباب الثلاجة مفتوح على مصرعيه تخطى الزوج اللعب وأكوام الملابس باحثاً عن زوجته والقلق يملأه خشية أن يكون أصابها مكروه ولكنه وجدها على سريرها في غرفة النوم تقرأ رواية في هدوء تام نظر الزوج بدهشة إلى زوجته وسألها ما الذي حدث اليوم؟ ابتسمت الزوجة وقالت كل يوم عندما تعود من العمل تسألني باستنكار ما الشيء المهم الذي تفعلينه طوال اليوم دون أن تقدر ما أقوم به من عمل شاق ونسيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيراً فقررت أن لا أفعل اليوم ما أفعله كل يوم اعتذر الزوج لزوجته وقال لها أصبتي فعلى كل إنسان أن يدرك إلى أي مدن يتفان الآخرون في أعمالهم حتى لا يظن أنه الوحيد الذي يتحمل الصعاب والمعاناة وحده وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الأستاذ أمجد رجل صالح بعد زواجه انتظر أربعة أعوام حتى أتاه الخبر السعيد بحمل زوجته فحمد الله كثيراً وطوال مدة الحمل وزوجته تعاني أشد المعاناة فكان يدعو الله بأن يخفف عنها ويسر لها أمرها وفي صباح أحد الأيام سمع صراخ زوجته من ألم شديد فأخذها بسيارته إلى المستشفى وهي في حالة يرثى لها وهناك أتت الطبيبة وطلبت منه التوقيع على ورقة تفيد موافقته على إجراء عملية قيصرية عاجلة جداً واستمرت العملية حتى أذان المغرب وبعدها أخبرت الطبيبة أن ابنه سيرقد في غرفة الحضانة لمدة طويلة لأن التعسر وطول مدة الولادة أصاب دماغه بسبب عدم وصول الأكسجين إليه كما أنه استنشق أثناء ذلك من ماء الرحم وأصيب بالتهاب رئوي حاد وهناك احتمال إصابته بتخلف عقلي جراء الضرر الحاصل بالدماغ ثم طلبت منه الطبيبة إحضار بعض الأشياء الخاصة بزوجته من بيتهما فعاد أمجد إلى بيته وقد أظلمت الدنيا أمام عينيه وهو يتذكر المعاناة الطويلة لزوجته في البيت ثم معاناتها في المستشفى وأخيرا حالة الولد الميؤوس منها وأثناء ذلك أفاق وانتبه وعلم أن الحكم لله وليس للأطباء وبعد وصوله للبيت توضأ وصلى صلاة العشاء ودع الله بقلب خالص وأثناء ذلك رن جرس بيته وإذا بجارته الأرملة تبكي وتطلب منه أن يساعدها بسيارته وينقل ابنها المصاب بكسر في قدمه إلى المستشفى فلبى طلبها على الفور وظل معها حتى تجبير ابنها والاطمئنان عليه ثم دفع كل التكاليف وعاد بها إلى بيتها ثم أعطاها مبلغا لتنفق منه حتى يشفي الله ابنها فبكت ودعت له الله أن يحقق له رجاءه وما يسر قلبه وفي اليوم الثاني ذهب أمجد للمستشفى فقابلته ممرضة الحضانة تبتسم وتقول له غدا موعد خروج الطفل لقد تغيرت حالته 180 درجة ثم ذهب إلى زوجته فقالت له الطبيبة تستطيع أن تأخذها معك اليوم وبالنسبة لابنك فقد حدثت معجزة من الله تعالى وشفي تماما فقال أمجد للطبيبة أثق في كلامك فليس لنا إلا الله ثم دعاء الصالحين لنا والعمل الطيب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون شاب صالح من أسرة ثرية أعجب بصديقة أخته التي حدثته عنها وعن أخلاقها ودينها وطاعتها لخالقها واعتزازها بنفسها وبوالدها سائق التكسي وعندما شاهد شقيقها الفتاة من بعيد وراقب بعض تصرفاتها زاد إعجابا بها وقرر التقدم لخطبتها عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ولكن والدته طلبت منه التمهل حتى يتعرف على والد الفتاة فربما كانت أخلاقه سيئة كما تسمع عن بعض السائقين وافق الشاب وعلم أن والد الفتاة يبدأ عمله في الساعة السادسة صباحا فاستيقظ مبكرا في أحد الأيام وانتظر أمام بيت والد الفتاة حتى خرج واستقل التاكسي فسأله الشاب إن كان يستطيع إيصاله إلى الجهة التي ذكرها له فأجاب والد الفتاة برأسه نعم كان الشاب يتحدث دائما مع كل من يرافقهم عن الدين والأخلاق حيث لا يحب أن يضيع فرصة لدعوة مسلم لذلك بدأ يكلم والد الفتاة في الدين والدنيا والرجل صامت لا يرد فقط ينظر إلى الشاب مبتسما كأنه يوافقه على ما يقول حتى وقع في نفس الشاب شيء من الضيق إذ وجد نفسه متطفلا يكلم أحدا لا يكلمه غير أن الشاب لاحظت شفتي والد الفتاة بين الحين والآخر تتمتمان بشيء لا يسمعه حتى وصل أمام بيته الفخم وعندما استعد بالنزول فوج أبي والد الفتاة يقول له سامحني يا أخي ولا تحمل في نفسك شيئا علي فقد ركبت معي في الصباح الباكر وهذا وقت وردي من الذكر وقد عهدت الله أن لا أكلم أحدا قبله لذا لا أبدأ في الكلام مع الخلق قبل أن أكلم الخالق وأناجيه ببعض الآيات والأحاديث والتسابيح والأدعية وقد ركبت معي وقت ذكري فلا تآخذني بما وجدت من صمتي فرح الشاب كثيرا وقال لوالد الفتاة ما أروع الدين حينما يعاش واقعا لقد علمتني ما لم أعلمه أنا للناس أن أبدأ بالله وبعده أستكمل بقية يومي ثم طلب الشاب من والد الفتاة أن يدخل معه البيت ليفطر معا فوافق بعد إلحاح من الشاب وجلس مع أسرته وقد أخذ قلوب الجميع بحديثه وتقوى فتعجبوا عندما قال لهم أخي الأصغر أفضل مني بكثير فعندما أراد الزواج خرجت من بيت أبي وتركت له الشقة بعدما اشتريت شقة صغيرة لي ولأسرتي وبعد زواجه بأعوام سافر للخارج وعندما علم أن ابنتي أصبحت في سن الزواج وابني قد تخرج من الجامعة أرسل مبلغا كبيرا لأجهز ابنتي وعقد عمل لابني ليعمل معه وبالأمس اتصل بي وقال استعد أنت وزوجتك للحج وعندما أخبرته أن ما يفعله معي كثير قال لي ليس الجميل وقت امتلاكي للمال أنت من فعلت الجميل عندما كنت لا تملك شيئا فقلت له باكيا إن كان المال ثروة فأنت يا أخي كنز الحقيقي تأثر الجميع إعجابا بالسائق وأخيه ثم أخذ الشاب رقم هاتف والد الفتاة قبل أن يودعه بحب كبير وبعد أيام اتصل به وأخبره أنه وأسرته سيأتون إليه ليتشرفوا بخطبة ابنته الصالحة ابنة الرجل الصالح يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظْلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تاجر تقي كريم يساعد كل من يحتاج إليه دخل عليه شاب في أحد الأيام في الوكالة الخاصة به وأخبره أن والده كان صديقه وأنه أوصاه أن يذهب إليه في حال احتاج أي شيء وأنه مدين للبنك بمبلغ ثلاثة آلاف دينار واجبت السداد في الغد وليس معه دينار واحد ففتح التاجر خزانته وأعطى الشاب المال وسجل الدين في دفتره وبعد شهور توفي التاجر بحثت أرمالة التاجر في أوراقه وعلمت أن الشاب لم يرد الدين الذي عليه فأرسلت إليه أكثر من مرة تطالبه برد المال لكنه ادعى أنه رد المال بالفعل وأن زوجها ربما نسي أن يسجل حصوله عليه قررت الأرمالة أن ترفع الأمر إلى المحكمة وفي الجلسة لم ينكر الشاب أنه استدان ولكنه أنكر أنه لم يسد الدينه فحاول القاضي أن يجعله يعترف بعدم السداد بعدما شعر بكذبه وذكرته أرمالة التاجر بحديث رسول الله من اقتطع شبرا من الأرض ظلمة طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضي ولكن الشاب أصر على رأيه وأقسم على أنه رد الدين فحكم القاضي بالبراءة فقالت الأرمالة حسبي الله ونعم الوكيل إن كنت ظالمة وبعد أيام قليلة مرض الشاب ثم توفي وترك زوجة وابنين وساءت أحوال الأسرة بين هم ومرض كما تعثر الإبنان في دراستهما وبعد شهر من المحاكمة فوجئت أرمالة التاجر بسيدة ترتدي ملابس سوداء وتمسك ابنيها بيديها وتقول لها أنا زوجة الشاب كنت أعلم القصة كاملة وأعلم أنه لم يرد لزوجك الدين وقد طلبت منه أن يرده إليك وإلى الأيتام لكنه رفض وعاقبه الله بحياته مقابل المال ولأنني أخشى على أولادي ونفسي من العقاب جئت إليك بالمبلغ وأرجو أن تسامحيني وزوجي شعرت أرمالة التاجر بالدهشة ووقفت فترة لا تدري ماذا تقول وقبل أن تعود زوجة الشاب مع ابنيها لبيتها أعطتها نصف المبلغ كهدية لابنيها وأقسمت بأنها سامحت زوجها وسامحتها ثم رددت الديان حي لا يموت وهو وحده من يحمي حقوق المستضعفين والأيتام ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام طالب جامعي نشأ في عائلة غنية وتعلم في أفضل المدارس والكل يثني عليه ولكنه كان لا يهتم بصلاته وأمور دينه ولا يحسن التوكل على الله كان هذا الشاب رئيس فريق السباحة في الجامعة وكان يستعد ليمثل بلده في الألعاب الأولمبية القادمة وكان له صديق على خلق ودين وملتزم ولا يتحرك خطوة إلا ويقول بسم الله توكلت على الله وكثيرا ما طلب من صديقه السباح الذهاب معه للمسجد للصلاة وقراءة القرآن لكن صديقه السباح كان يفضل الذهاب إلى مسبح الجامعة ليتدرب أكثر على السباحة وفي ليلة ذهب الشاب إلى مسبح الجامعة كالعادة لينضي بعض الوقت في التدريب على القفز وكان القمر في هذه الليلة صاطعا بنوره من خلال النوافذ الكبيرة للمسبح وكان السكون يخيم على المكان فشعر الشاب براحة كبيرة لعدم وجود أي شخص في المسبح ولم يهتم في إشعال الأنوار لأن ضوء القمر يتخلل المسبح من خلال النوافذ وفي لحظات صعد السلم الأعلى وتقدم إلى حافة منصة القفز ورفع يديه استعدادا للقفز ودون أن يشعر وجد نفسه يقول بسم الله توكلت على الله بعد أن قالها تعجب من نفسه لأن الجملة التي كان يصيه بها صديقه دائما خارجت دون إرادته ورغم ذلك شعر بفرح عجيب يملأ كيانه واستعد مرة أخرى على حافة المنصة للقفز وتذكر هذه المرة كلمات كان يكررها صديقه عند بداية كل أمر وهي ما أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرددها كل صباح ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وقبل القفز بثوان إذا بالباب يفتح ومسؤول الصيانة يدخل ويشعل الأنوار في المسبح فنظر الشاب إلى أسفل وكانت المفاجأة الكبرى لقد وجد المسبح فارغا من الماء حيث أن المسؤول قد أفرغه لإصلاح شق في داخله ولم يقف بين الشاب والموت إلا لحظات قليلة إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور نزل الشاب من المنصة ليسجد لربه وهو يبكي ليس على نجاته وإنما على الوقت الذي مر به ولم يذكر فيه اسم الله فقال في نفسه وهو يبكي لقد تبت إليك يا الله يا رحيم يا حفيظ كم من مرة يحف بنا الخطر والموت ولكن برحمتك تعطينا فرصة أخرى منتظرا منا أن ننتبه قبل فوات الأوان لقد انتبهت وأعاهدك على قول وعمل كل ما يرضيك وقرر منذ ذلك اليوم المحافظة على الصلاة في المسجد ومصاحبة الأخيار وملازمة القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كانت تمشط شعر بنت فرعون فسقط المشط من يدها وعندما انحنت لتأتي بالمشط قالت بسم الله فقالت بنت فرعون أبي قالت الماشطة لا بل ربي وربك ورب أبيك فذهبت البنت وأخبرت أباها بذلك فنادى فرعون الماشطة وسألها من ربك فقالت ربي وربك الله فأمر فرعون بغلي الزيت بقدر كبير وأحضار أولادها الثلاثة وابنها الرضيع وبدأ بأكبر أولادها وحمله الحرس وبضعوه فوق الزيت المغلي وسألها فرعون من ربك فقالت ربي وربك الله فألقى الحرس بولدها الأول حتى طافت عظامه فوق الزيت ثم جئ بالولد الثاني ثم سألها من ربك فقالت ربي وربك هو الله فألقوا ولدها الثاني حتى طافت عظامه ثم جئ بولدها الرضيع وحملوه ووضعوه فوق الزيت وكانت الماشطة تحبه كثيرا وسألها فرعون من ربك فسكتت الماشطة وحن قلبها فأوحى الله عز وجل للرضيع أن يتكلم ولم يسمعه أحد إلا هي فقال يا أماه لا تخافي وقولي ربي وربك هو الله فأنت تقولين الحق فنتقت الماشطة وقالت بكل عزيمة ربي وربك الله فألقوا الرضيع وطافت عظامه ثم أخذها الحراس وألقوا بها في الزيت المغلي مثل أولادها وماتوا جميعا ثم حملت عظامهم ورميت بالوادي وعندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مع جبريل عليه السلام مر فوق ذلك الوادي فشم الرسول رائحة طيبة فسأل جبريل ما هذه الرائحة وما أطيبها فقال جبريل تلك رائحة عظام ماشطة فرعون وأولادها وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكت أتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد آمنوا في الحياة الدنيا اشتركوا في القناة